بالأمس نحن تحدثنا عن تحطيم الأرقام القياسية نميسي وصل إلى الهدف 86 في عام واحد ومقارنته بالأسطورة جيرد مولر الذي حقق 85 وصار هناك الاحتفالات بالرقام وكان هناك حتى بدأ العمل بأن أو بيع تيشيرتات مكتوب عليها الرقم 86 وما إلى ذلك والجرائد أيضا تكلمت لكن هناك جهات ذهبت إلى ما أبعد من ذلك حيث أنه نقلا عن يعني الاس بي ان القنوات الأمريكية التي نشرت فيديو يوضح أنه مولر عدد أهدافه ليست 85 إنما أو الرقم 85 من أهدافه ليس له وأنه كان مدافع الذي تسبب في ذلك في مباراة بين ألمانيا والتحاد السوفيتي عام 72 الهدف لم يكن لمصلحة ولكن الحكم احتسبه وأسل إسبانية ذكرت ذلك على الجانب الآخر أو ماركة الإسبانية أسل إسبانية أشارت أن الرقم الحقيقي لميسي ليس 86 لكن 85 لأن هدفه رقم 84 كما تنص قوانين الفيفا لا يحتسب له الكرة سددها ميسي وتخطط حارس أتلاتيك بالباو الكرة بعد ذلك اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى الشباك وهو ما يعني أن المدافع هو من أحرز الهدف أو ما يعرف بالأنجول أو الهدف العكسي الأنجول أو الهدف العكسي بقوانين الفيفا هو أن يحسب الهدف لمن لمس الكرة أو غير مسارها آخر واحد غير مسار الكرة هي من تحسب له سواء كان مدافعا أو مهاجما في السابق لم يكن ذلك موجود أو هذه التقنيات أو هذه القوانين لأن بالسابق كان آخر لاعب من الفريق المنافس يلمس الكرة هو من يحسب له الهدف هذا يعني توصيف من موندو دي برتيفو على مسار الهجمة كيف انتقلت هو يوضح هذا الرسم أن الكرة عندما عبرت الحارس المدافع كان في طريقه لصدها لكنه لمسها أو غير مسارها فدخلت إلى هدف لكن الحكم احتسب أنه هو هدف لمسي وهذا ما اعترضت عليها الفيفا أو اعترضت عليها الصحيفة لذلك هناك هذا الجدل الكبير أو الكلام أن هل هو 84 أو 85 بس في كل الحالتين تحقيق 80 هدف في عام ليس بالشيء السهل ولا بالشيء البسيط هو رقم ضخم جدا ويحسب لمسي هذا الانجاز في كل الأحوال لأنه حقق 14 فوز ربما في عام وتعود الواحد نعم يعني أنه ليس بالشيء السهل الذي يحققه اللاعب في مثل عمر مسي ومثل دوري كالدوري الإسباني ترجمة نانسي قنقر